السلام عليكم. مرحبا بكم معنا. معكم أستاذ حسن تيطاني. إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس هذا. كما تشاهدنا في الدرس الذي فات سوف نرى الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. بالنسبة للدرس الذي فات كانت المجموعة الأولى. الآن سوف نرى المجموعة الثانية. طبعا نتلع لك وأنك ستسمعنا الفيديو بتركيز وإن شاء الله ستحفظ الآن 20 فاعل من الأفعال الدوزيام جروب الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. طبعا ما كيخفى لك بأن الأفعال هي الحاجة اللوب ديال الجملة وهي الحاجة اللي كتتبدل أو الكلمة اللي كتتصغير بزة في اللغة الفرنسية. فإذا قدرت أنك تضبط الأفعال قدرت ضبطه بسهولة الجمل إن شاء الله. إذا طبعا إذا كانت محتاج لأي مساعدة تتواصل معي طبعا في اللغة الفرنسية الإسبانية الإنجليزية. وغيرها تواصل معي في رقم الواتساب اللي موجود هنا. أنا مستعد نعملك إن شاء الله. بالإضافة لذلك ممكن أنك تضغط على الرابط الموجود أعلى هذا الفيديو إذا كنت تشاهد فيديو في فيسبوك أو أسفل هذا الفيديو إذا كنت تشاهد فيديو في الواتساب. عفوا في في يوتيوب. كانت منالك توفيق ومرحبك معنا. إذا إن شاء الله عز وجل الأفعال طبعا كان عاودو أمتصر مرة كما دائما. بسم الله افيرتيغ نبها جيريغ عالجة بنيغ عقبة انفيستيغ استثمرة سليغ لوثا أجيغ تصرفا غياجيغ قام برد فعل ابيغ أطاعة ابيغ أطاعة غارنتيغ ضمينة ديفينيغ حددا وعرفا كونفير تيغ حوالا غالنتيغ خففا غالنتيغ خففا غالنتيغ اونيغ وحدا اونيغ وحدا غيونيغ جامعة أبلاوديغ صفقة أبلاوديغ صفقة أبلاوديغ صفقة إذا ما عليك الآن هو أنك تعود الفيديو عدة مرات تحفظه لك إن شاء الله هذه الأفعال بكل سهولة وغير بالسامع يحتاج إلى أي مساعدة في اللغة الفرنسية لتوصل معي في هذا الفيديو نتمنى أنك تعمل جيم لايك طبعا من الصفحة الفيديو إذا كنت في يوتيوب كان عندك أي مقترح أريد أن نعدل على هذه الفيديو دعوني في تحت هذه الرابطة هذا الفيديو لكي في القطاع الأحيان في التعليق إن شاء الله عز وجل نعدل فيديو ماني سوف تساعدك لك لحسب الاحتياجات لك كانت من لك التوفيق نتدرك في الواتساب وموقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته